حالي النيابي وقال لهم وأنتم من تقولون إني أنا فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي متى 16-16 أنت هو المسيح ابن الله الحي فأجاب يسوع وقال له طوب لك يا سمعان ابنيونة أن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات حين أذن أوصى تلميذه أن يقول لأحد أنه يسوع المسيح والمجد الله دائما أبديا أمين كل سنة وحضراتكم طيبين عيد الرسل بعد أيام قليلة نفرح بقى بقنا الرسل والسنة دي اختاروا في الاجتماع أن احنا نتكلم عن معلمنا بطرس ورقوا عارفين عيد الرسل وهو عيد استشهاد بطرس وبولس ودائما بولس صاحب نصيب الأسد المرة هذه هنتكلم عن معلمنا بطرس واختاروا موضوع جميل اسمه بطرس الخادم والمخدوم أو المخدوم والخادم بطرس طرفنا عليه مخدوم للمسيح واحد من تلميذ المسيح لكل مجد قاعد في تلميذ المسيح ثلاث سنين ونص قاعد يخدم تلاتة وتلاتين سنة كمان تقريبا وبعد كده أخذ إكليل الاستشهاد بطرس الحقيقة حياته مليانة دروس ودروس من حياة معلمنا بطرس جميلة والعجيب أن أغلب الكتب وأغلب اللي تكلموا عن معلمنا بطرس الرسول ابتدوا بهذه البداية حطوا في بداية كلامهم عن معلمنا بطرس التعليق ده قالوا بطرس الرسول قريب مننا شبهنا أغلب اللي تكلموا عن معلمنا بطرس الرسول قالوا بولس عالي قوي لكن لما نيجي نتكلم عن بطرس بطرس شبهنا وقريب مننا من دعمة ربنا النهاردة نحاول ناخد كده لقطات من بطرس كده أو أسئلة عن بطرس المخدوم والخادم بطرس المخدوم والخادم وأول حاجة نقف قدامها هنسأل المسيح لكل مجد اخترت بطرس ليه؟ يكون مخدوم لك وخادم بطرس لو حبينا لو حبينا نوصف بطرس كواحد من مخدمين المسيح واحد في فصل المسيح حضراتكم تقولوا صفاته إيه؟ إيجابي أو سلبي ممكن نشارك بعض نعم؟ لماح بطرس لماح قال له أنت هو ابن المسيح ابن الله الحقيق ماشي ها فضل مندفع متهور في كلامه يطلع كلام زي الطلقة يقول للمسيح حشاك ده اللي وقف للمسيح ويقال له حشاك مندفع في كلامه متهور حاجة ثانية سوريو السيد الشريف علي صور قائد قائد أنا سمع صح؟ قائد يلا ويحرك الناس ويشغلهم ومبادر قائد ومبادر حلو قوي ها فضلي جريء ومتمسك برأيه جريء جريء ومندفع هاي حاجة ثانية في بطرس تعملين تمدحه فيه ها ما تقوله سلبيات سلبيات بطرس بطرس الولد اللي في الفصل اللي هنقول عليه انه ايه مش قد كلامه واتعوه ان انكرك جميع أنا لا انكرك بيخاف لما لما خف كم مرة خاف قدام الجارية وخاف هو ماشي على الميا هتقول حاجة بيحرق الدرس يعني ايه بيحرق الدرس اه لما المسيح يسأل يجري يجاوه ويتكلم كتير بطرس بيتكلم كتير بيتكلم كتير واحد من المفسرين كده جمع قالك ان بطرس تكلم اكتر من التلاميذ مجتمعين اللي تذكر عن كلام معلمنا بطرس اكتر من كلام التلاميذ مجتمعين مع المسيح رغاي خلينا اقولها لكم بطريقة تانية بطرس في الولد الولد في الفصل او البنت اللي في الفصل اللي بيتحرك كتير ويتكلم كتير ويشاغب ويسأل في كل حاجة وما بيسيبش اللي بيقوله الدرس في حاله ومش بيطوع بسهولة بس هو بيطوع في الآخر للأمانة بس ايه مناكف لو عندنا ولد او بنت في الفصل بالمنظر دوت بطرس المخدوم هنحطه فين هنحطه فين هنحطه فين هنحطه في مركب بس الواحد ونسيبه مسيح قاله لا تعال انا شايف فيك حاجة حلوة يا بطرس شايف فيك حاجة حلوة تنفع قوي تخليك خدم حلو عين المسيح شافت الإيجابيات اللي حضراتكم قلتوها في الأول انه قائد انه متحمس المسيح بصله بصة تانية مختلفة طلعت معلمنا بطرس والبصة التانية بتاعت المسيح لبطرس بانت قوي 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 في لقاء المسيح مع بطرس على بحر طبارية يوم أكلت السمك المشوي سأله السؤال اللي بيفرق مع المسيح قوي قال له يا بطرس هسألك سؤال قال له اقول يا رب قال له قال له ايه اتحبني بتحبني ارعى خرافي ارعى غنمي انا عارف ان عندك مشاكل شايف الإيجابيات اللي موجودة في شخصيتك وشايف السلبيات اللي موجودة في شخصيتك بس عارف ان عندك قلب حلو تعال استسلم بقى لإيديل المسيح عشان يطلع منك بطرس الرسول عشان يطلع منك رسول زي بطرس او ينطلع رسول زي بطرس محتاج ان احنا يبع عندنا عنين المسيح اللي شافت إيجابيات بطرس ولم تنكر سلبياته خلوا بالكم ان اوقات احنا لما نقول عينه شافت الإيجابيات يعني معناها المسيح ما شاف السلبيات لا شاف سلبيات بطرس بس هتعمل معها ايه رب هكبر في إيجابياته ونعالج سلبياته ونقبل ضعفاته عشان نطلع منه بطرس الرسول المسيح خدم شاطر مع بطرس وبطرس لقى خدم شاطر يشغله فيطلع لنا بطرس الرسول طب انا وانتو نتعلم ايه من بطرس هنا او نتعلم المسيح هنا ايه بصوا على إيجابيات اللي موجودة في الناس اللي بتتعاملوا معها في الناس اللي ربنا بيدينا ان احنا نخدمهم فيهم إيجابيات ولا ما فيهمش قابلين للإصلاح ولا غير قابلين للإصلاح قلبهم زي بطرس بيحب ربنا بس عنده شوية حاجات عايزة تتصنفر ولا لا ما خلونا نتفق كده ان كل واحد مننا فيه حاجات عايزة تتصنفر حد فينا كامل حد فينا مثالي الحية لا حتى بولس اللي بنقول عليه مثالي وعالي علينا انتو ضعفات بس الحاجة المشتركة في كل دول ان عندهم قلبي بيحب ربنا وعندهم استعداد ان هم يخضعوا اليد الفخار يتشكل فيهم وتعالج الضعفات والمشاكل اللي فيهم بطرس اتخطت تحت دين المسيح بضعفاته بإيجابياته بسلبياته فطلع معلمنا بطرس الرسول هذا الكارث العظيم اخترته لي يا رب اخترته لان قلبه حلو وعنده استعداد انه يتغير الاتنين مع بعض قلبه حلو وعنده استعداد انه يتغير فاختار المسيح بطرس وقال له تعالى اتبعني فتبع بطرس المسيح وظل قلب بطرس المحب ماشي وراء طول فترة خدمته طول فترة خدمته بطرس ما كانش عنده امكانيات كانش عنده مواهب بالمفهوم بتاعنا ما عندهش لغات ده سفر الاعمال يقول كده ان لما تقبض عليهم وجد انهم عميان عديم العلم عليه هو ويحنى يعني يعني ما يسوش مش فيلسوف ومش دارس ومش غني لكن المسيح قال ده ييجي منه المسيح قال ييجي منه لان قلبه حلو قد تكون امكانياتك هي قلبك وده اهم امكانية بيدور عليها ربنا قد تكون امكانياتك هي قلبك ودي اللي تفرح قلبه ربنا بعد كده كلها تزاد بس بشرط هرجع اكد عليه انه يبقى عندي استعداد انه بقى طيع في دين المسيح بطرس المسيح اختاره من اجل قلبه وده الدرس الاولاني اللي هنقف او ناخد بالنا منه النهاردة درس التاني من بطرس هو درس رائع جدا ان البطرس من ساعة ما المسيح قال له اتبعني تبع المسيح تبعية ملاصقة لزئ في المسيح وراج بطرس زي بقيت ال 11 او 11 التانيين ال 12 تلميذ على بعض المسيح دعاهم لتبعيته وجوه ال 12 تلميذ هنلاقي هنلاقي درجات متفاوتة درجات متفاوتة هنلاقي يحنى الحبيب المميز لاقي بطرس ويعقوب وراه لاقي ال 11 وراه او باقي ال 11 وراه ويجي يهوزة في الديل ايه الفرق ما بين ال 12 ايه الفرق ما بين ال 12 ما هم ماشيين ورا نفس المسيح مسيحنا هو واحد هو هو امس واليوم وإلى الابد ما فيش تغيير في شخص المسيح والكلام اللي سمعه بطرس هو الكلام اللي سمعه يوحنة هو الكلام اللي سمعه يهوزة هو الكلام اللي سمعه متة هو الكلام اللي سمعه تومة ايه الفرق ما بينهم الحقيقة الفرق في الاستعداد والاستجابة بطرس قال له انا وراك لازق فيك مش هسيبك هاخد على قد ما اقدر منك هاخد على قد ما اقدر منك ودي حاجة الحقيقة جميلة جدا في معلمنا بطرس إنه عايز أقول لكم كده على قد ما بنعوز وعلى قد ما بنفتح مساحا ربنا على قد ما ربنا بيدينا تاني على قد ما بنعوز وعلى قد ما بنفتح مساحا ربنا ربنا بيدينا عشان كده حطوا قدامكم التعبير اللي قالوا قالوا ليش على المرات القاضي ساعتما بتلم الحلل عشان تجيب الزيت قال لها كده اكثري ولا تقللي كأنها رسالة بناخدها إن مع ربنا نكتر ولا نقلل ناخد على قد ما نقدر نحط أواني كتير قدام ربنا عشان يملاها كلها ربنا عايز يدي كل عايز كله يبقى على مستوى يوحن الحبيب عايز كله ياخد وياخد كتير ويملك كله بس الحقيقة مش كلنا حطين نفس الأنية عشان تتملي مش حطين نفس عدد الأواني عشان تتملي مش نفتحين نفس الباب بطرس كان مميز إنه فتح باب واسع جدا فكان مميز مميز عند ربنا فشاف حاجات كتيرا شاف حاجات كتيرا شاف التجلي وشاف إقامة ابنة ييروس وشاف المسيح جوا في جال ثماني مميز عن البقين دخل إلى عمق أكتر مع المسيح المسيح دخل مع مركبته لوحده وعز من جواها المسيح خلى بطرس يدوق أكتر مش لأن المسيح بيميز بطرس لأن بطرس كان عنده استعداد وعنده رغبة وعنده شاخوة إنه ياخد من ربنا أكتر من البقين وده يخليني أنا وحضرانكم نقف قدام نفسنا ونقول إحنا عندنا استعداد إن إحنا ناخد عايزين ناخد ولا لا عايزين ناخد نظريا كلنا عايزين بلا استثناء كل اللي قاعدين عايزين ياخدوا أكتر بس فيه واحد يجتهد أكتر من التاني فيه واحد بيلح على ربنا أكتر من التاني فكرة الإلحاح تلاقيها فكرة تعجب ربنا قوي فيلح عليه عقوب يقوله لأن أهملك إن لم تباركني فياخد البركة من ربنا بعد إصراع يدوم طول الليل موسى يقوله قرني مجدك يقوله هتموت يقوله مش مهمة موت بس أشوف مجدك فيشوف مجد ربنا ده هنا ده معناه إيه معناه إن إحنا محتاجين إن إحنا يبعى عندنا إلحاح أو إصرار أو رغبة أو شهوة نحنا ناخد من ربنا أكتر والله يعضي ربنا يدي ويدي بسخاء ويدي كتير بس بشرط إن أنا يبعى عندي هذه الرغبة ما بقاش متكاسل ما بقاش بأجل وربنا بيفتح لنا فرص كتير عشان كده بوتروس كان مميز مميز لأنه ملاصق أو مصر أو سموها زي ما تسموها بس عايز ياخد وهيلزق في المسيح لغاية ما ياخد اللي هو عايزه يبقى بوتروس الدرس الأولاني قلبه الدرس الثاني إصراره أو ملاصقته للمسيح درس الثالث درس مهم جدا وشائق جدا هو طاعته للمسيح رغم إن حضراتكم قلته وكتاب المقدس يشهد بكده إن بوتروس مناكف وأسئلته كتيرة ومشاغب لكن بوتروس كان يتميز في الآخر بالتعبير ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس بتعبير على كلمتك قلق الشبكة خضراتكم مش محتاجين أنا أحكي لكم قصة على كلمتك قلق الشبكة بس افتكروا كده إن بوتروس لما قال المسيح على كلمتك قلق الشبكة عشان يطلع من بقه التعبير دوت يحتاج إنه يسكد صوت عقله وصوت خبرته وصوت المنطق عشان يقول لربنا حاضر ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس يحتاج إنه يسكد أصوات اليهود والرومان اللي بيكلدوه وبيحبسوه ويقول ربنا يطاع أكثر من قوة الأرض بوتروس عنده استعداد إنه يقول لربنا حاضر وحاضر دي في كل حاجة هيقولها ربنا بوتروس هيقول حاضر في كل حاجة لربنا كلمة حاضر كلمة سهلة ولا صعبة كلمة نطقها سهلة جدا مجرد أربع حروف بيخرجوا بسهولة من الفم حاضر لكن التنفيذ في منتهى الصعبة في منتهى الصعبة إن أنا هقول له ربنا حاضر بوتروس عدة بسلسلة حاضر جميلة جدا مع المسيح ادخل إلى العمق حاضر ارمي الشبكة حاضر سيب الشبكة حاضر أقوى من أقوى المرات اللي قال فيها معلمنا بوتروس حاضر للمسيح لما الجم يلموا الضرائب وراحوا للبوتروس سألوا له معلمك يدفع الضرائب اللي مدفعش هيدفع اللي مش هيدفع فبوتروس جري على المسيح قال له ندفع الضرائب قال له هندفع ملخص الحوار عشان ما طاولش على حضر قال له ندفع قال له منين ما الصندوق فاضي قال له اجري اعمل ايه قصة لحضراتكم بتحكوها وبقالكو سنين هنعمل ايه روح ارمي سنارة والسمكة اللي هتطلع فيها اصدار بوتروس قال له ايه حاضر هي قصة دي منطقية جماعة انا مش بشكككو بس حطوا نفسكم مكان بوتروس انتو طالعين مؤتمر ومعكوش فلوس روحتوا لابونا يحنى قلتولوا عايزين فلوس قالوكو اطلعوا اول شارع يمين هتلاقوا الفلوس موجودة هتعملوا كده حاضر وقت الجده هنعمل ايه هروح الساعة كم وامشد ايه كمية اسئلة ممكن تطلع من بوتروس بس ما طلعتش ليه لان خطوة ورد تانية عمال يفهم ان المسيح فاهم وقادر فيقول له حاضر فيقول له حاضر كلمة حاضر محتاجين احنا نقولها الوسيط ربنا حاضر محتاجين احنا نقولها لوعود ربنا محتاجين نقول له ربنا حاضر محتاجة اقول حاضر لاب اعترافي في ارشاده ليه محتاجة اقول حاضر في اللي بتطلب مني في الخدمة ونقول على كلمتك القي الشبكة على كلمتك القي الشبكة بوتروس نجح كخادم ومخدوم لانه عارف يقول للمسيح حاضر 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 نراجع تاني كده بوتروس خادم ومخدوم ناجح نمرة واحد لانه بيعرف يقول حاضر آسف لانه عنده قلب حلو نمرة اتنين لانه عنده اصرار وملاسق للمسيح نمرة تلاتة بوتروس ناجح لانه بيعرف يقول حاضر نمرة اربعة بوتروس ناجح لانه يسأل بوتروس حاول المسيح كتير قوي ده ميزة واللعيب الخدم الشاطر ما يدعقش من المخدوم اللي بيسأل كتير لان اللي بيسأل هيتعلم بوتروس اسئلته وتعليقاته كانت كتيرة المسيح يقول لهم مثلا اظنني بتاع الامير ما يفهموش يقول له اشرح لي يقول له فهمنا يقول له رب ندفع الجزية ولا ما ندفعش الجزية يرجع المسيح ويسأل ويتحاور مع المسيح واحد من من مميزات معلمنا بوتروس بعد اذن حضراتكم ان كان عنده استعداد انه يتعلم وعنده استعداد انه يسأل مرة واحد قال لي تعبير كده قال لي اللي بيسأل دوت بيعلن للحظة انه جاهل ويبقى متعلم او عارف بقية الوقت اما من لا يسأل فهو يفضل ان يظل جاهل صامت اللي بيسأل عشان المعرفة مش عشان يناكف يعني او يدايق المتكلم لكن اللي يسأل من اجل المعرفة انا عجبني او التعبير دوت فضل ان يكون جاهل لدقيقة او للحظة يبقى عارف ومتعلم بيت الوقت عن اخر فضل ان يكون جاهل صامت معلمنا بوتروس كمناكف عايز يتعلم عايز يعرف عايز يعرف ومالجأ المعرفة بتاعه المسيح او الكنيسة فشطارة بوتروس انه بيدور وانه بيسأل ويمكن دي تبقى دعوة لينا ان احنا نتعلم نسأل نفهم حلو ان بقى في فقرة اسئلة في المؤتمرات وفي الاجتماع عشان نتعلم ونعرف محدش كبير محدش كبير انه يتعلم محدش كبير انه يتعلم يحكوا عن البابا شنود الله يناح نفسه انه كان في الحدة دي رؤى كان يحب يعرف ويتعلم على كل حاجة بتقابله يسأل يسأل ويتعلم ويعرف قصة دي يمكن كتير منك واسمحها انه في مرة من المرات في بداية رسمته بطرك دعوه لزيارة ليبيا فرايح في الطريق حيعمل ايه لهم عايز اعرف ليبيا اللي رايحها دي ايه بدل مروح جاهل كده معرفش عن حاجة فجاب كتاب عن ليبيا وقرأه في الطريق في الطيار استغل الوقت وقرأ كتاب عن ليبيا وصل ليبيا عملوله تكريم والقزافي استقبله بعد كده قال له تفضل اقول كلمة فجأة قال له اطلع اقول كلمة فالبابا قال كلمة عبارة عن ايه اللي اراه اللي اراه عن ليبيا في الطريق فالقزافي قال له رائع ان عارف المعلومات دي رائع وانباهر بالراجل بس سيبكم من قصة القزافي انا عايز ارجع لبابا نفسه مش عارف فعمل ايه بحث عن المعرفة نفس وعد المسيح مع 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 تحريف اللي انا بقوله مسيح الفتشه كتب فتشه اسأله اعرفه فبطرس كان راجل بيدور على المعرفة كان يحاور ويسأل بحثا عن المعرفة يبقى قلنا كم حاجة عن بطرس كده نمرة واحد قلبه نمرة اثنين طاق ملاصقته او لازقته في المسيح نمرة ثلاثة طاعته نمرة اربعة اسئلته اخر حاجة اقولها كده بطرس كان مميز لان كان عنده رجاء موقف بطرس الاشهر واللي بنعاير به دايما انه انكر المسيح بس اقول لحضراتكم حاجة حلوة كده ان بطرس بعد ما انكر المسيح وبكى بكاء مرة هنا وهو يهوزة متسوين يهوزة بعد ما سلم المسيح ندم ندم شديد يهوزة رجع الفلوس لكن اصابه مرض صعب اسمه اليأس فمضى وشنق نفسه اما بطرس فكان مميز بطرس بعد ما انكر المسيح وبكى بكاء مرة رح فين العلية العلية المكان اللي فيه التلاميذ والعلية اشارة ايه كنيسة المكان اللي بتجمعه فيه مع المسيح كأنه بيرمي نفسه مرة تانية في حضن المسيح وهنا بطرس الشاطر لانه فاهم هو عمل خطأ كبير وجريمة صعبة ولا لا ده انكر المسيح والمسيح كان محظره وادى له علامة قال له هتنكرني ثلاث مرات بعد ما يسيح اديك مرتين يعني عندك العلامات واخد بالك قاسف قبل ان يسيح اديك ثلاث مرات تنكرني مرتين يعني عندك العلامات والدنيا واضحة خلي بالك بس بطرس وقع برضو بطرس بعد ما وقع ما وقعش في فخ مفيش فايدة بازط مش هتنفع هوري له وشي ازاي بطرس شاطر انه راح جاري على العلية ليه رحت على العلية قال لك قصد ده بيت الدفا ده البيت اللي بنعط فيه مع المسيح ده المكان اللي اعرف هترمي فيه في حضن المسيح لغاية ما يقوم ونتصالح شاطرت بطرس انه لما قال انا في سخاطي رمى رجليه في المكان اللي موجود في المسيح شاطرته انه رجع للمسيح هاي اللي بطرس ورجوعك للمسيح ده معنى ايه معنى نمرة واحد اعترافك بخطيتك نمرة اتنين ثقتك ان المسيح هيقبلك والثقة دي بانت يوم القيامة لما قالوا له المسيح قام عمل ايه استخبى ولا راح القبر عايزة قابل المسيح عايزة شوفه عايزة قابل المسيح عايزة شوفه عايزة قدم توبة عايزة تصالح معاه الحقيقة درس رائع في الرجاء من معلمنا بطرس ودرس ثقة بطرس في قبول المسيح للخاطي التايب فرجع بطرس على العلية ورجع ترمى تحت رجلين المسيح وقال له خلط قال له خلط درس رائع في الرجاء من حياة بطرس الرسول نكتفي بالخمس دروس دول او خمس علامات المضيئة في حياة معلمنا بطرس واحد قلبه اللي بيحب ربنا نمرة اتنين لزقته في المسيح نمرة تلاتة طاعته ليه المسيح نمرة اربعة حواره او رغبته في التعلم اخر حاجة رجاءه في قبول ربنا ليه ليلهنا كل مجد الكرامة من الان لابد امين ترجمة نانسي قنقر